السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتكم في قناة مصطفى البرضي وبعد المناسبة أريد أن أشكر جميع المتتبع الأوفياء الذين يدعمون بالإلايكم ويبخلوش علينا دائما و أريد أن أرحب بالمشتركين الجدد و أريد أن أقول لكم مرحبا بكم في قناتكم للفائدة المهم الأخوان سوف نتكلم عن موضوع بعدما أشتد الصراع بين إسبانيا والمغرب يعني كل مرة يخرج وزير من المغرب ومن إسبانيا ويعني أشتد الصراع وكذلك التصريحات يعني المغرب الآن خرج على لسان الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق مصطفى الخلفي أعطوا حتى تصريحات اللي واضحة وواضحة يعني أشرح فيه الموقف عامة غض نخلي لكم لكن الإخوان غض نشرح لكم واحد القضية بأن المغرب الورقة ديال الهجرة سوف يعني أنه يستخدمها بقوة وقال كذلك على لسان مصطفى الخلفي قال بأن المغرب ليس دركيا ويقال كذلك على تتبيت المقاله وزير الخارجي ناصر بوريطا بأن المغرب ليس داركي الإتحاد الأوروبي وليس داركي الإسباني يعني لسان مصطفى الخلفي يعني لسان مصطفى الخلفي يؤكد على أن إذا تخرج إبراهيم غليم إسبانيا بدون محاسبة وبدون محاسبة في القضاء فالملف الهجرة سوف يتم التعطيل ولمغرب لا يستطيع التعاون ملف الهجرة مع إسبانيا وهذا ما يعطينا وما يبشر بأنه سوف يكون مواجهة كثيرة في الهجرة كما الشأن الذي يدار في سبتها وهذا ما يؤكده يعني الوزير قال بأن عدم التعاون إسبانيا وعدم محاسبة براهيم غالي حتى يخرج من إسبانيا بلا محاسبة فالتعطيل الملف الأمني والتعطيل الملف الهجرة سوف يكون إسبانيا قضاة عليه وقررت بأن يتم تعطيل الملف إخوان ما نحاول نطول عليكم نجعلكم كل الوزير صريح في الكلام وواضح نجعلكم بأنكم تفرجوا ونجعلنا الإخوان التعليق لا تنسوا هذا قبل أن نفعل الفيديو نجعلكم ونجعلكم نجعلكم على كل شيء تحية لكم ما السلام أخليكم ما تصرح للوزير سوف يفهموا في كل شيء ما السلام أهلا بك على قناة فرانس فاندكاد سؤالي الأول هل هذا التوتر بين المغرب وإسبانيا سببه بالأساس قضية الهجرة؟ السبب الحقيقي هو إقدام مدريد على التواطئ مع الجزائر والصدافة مجرم حرب زعيم البوليزاريو الذي أعلن حرباً دونكوشيطية على بلدنا في هذه منذ نوينبر الماضي بمعنى شخص أعلن حرباً تقع الصدافته جار تبرير ذلك بدواعي إنسانية إن كان هذا التبرير حقيقياً لماذا تم اللجوء أولاً إلى إدخاله بهوية مزورة جواز صفر جزائري باسم مختلف بن بطوش ثانياً لماذا تم إخفاء ذلك على المغرب؟ إذا كان فعلاً مبرر معقول ومقنع لإسبانيا فكان بالضرورة أن يكون مقنعاً لنا الذي حصل هو أن إسبانيا قامت بسلوك للأسف الشديد مناقض لقواعد حسن الجوار والصداقة والشراكة الاستراتيجية ما بني طيلة عقود يقع للأسف هدمه بقرارات غير شفافة كان على إسبانيا أن تكون شجاعة وأن تقدم على اتخاذ ما ينبغي اتخاذه والمغرب كان بسيطاً واضحاً في مطالبه عندما دعا إلى أن يقع إعمال القانون هناك أزيد من مئة ضحية ضحية تعديب قتل اختطاف قدمت شكاية في 2007 من قبل الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان وهي جمعية موجودة في إسبانيا قدمت هذه الشكاية وقام القضاء الإسباني في 2012 غشة 2012 بقبولها بعد أن قدم ملف في 2010 بشهادات وتقارير الطب الشرعي أفضى ذلك إلى أن القضاء في غشة 2012 قبل في 2013 القضاء الإسباني أصدر مدكرة ووجه استدعاء للإبراهيم غالي الذي قدم في إسبانيا تحت اسم بنبطوش وفي تلك الفترة إضطر إلى الفرار إلى بلد آخر حتى لا يلقى عليه القبض في 2016 أعلن عن نشاط في إسبانيا على أساس أنه سيحضر ووجه القضاء الإسباني رسالة ومدكرة من أجل استدعائه الذي حصل اليوم هو نقيض ما كانت تقوم به إسبانيا في الماضي وما كان يقوم به قضاؤها كانت صارمة نحن كنا واضحين نريد طلبنا من إسبانيا أن تفسر ما قامت به وأن تعمل وفق قواعد ومبادئ المعاملة بالمثل في 2001 قامت جريدة حزبية مغربية بنشر افتتاحية تنتقد إسبانيا وتلوح بإمكانية دعم انفصالي الباسك الذي حصل أن إسبانيا احتجت وأقدم المغرب في شخص الوزير الأول أستاذ عبد الرحمن اليوسفي أقدم على الاعتدار لأن مواقفنا تابتة في عدم دعم أي طرح انفصالي داخل إسبانيا هذا ما ننتظره من إسبانيا أن تعاملنا بالمثل وأن لا تصطفى إلى من يعلن الحرب علينا طيب ولكن الآن خلينا الآن ندخل في سلب الموضوع هذا موضوع أساسه قضية الصحراء بين البلدين ولكن الآن نتحدث عن موضوع الهجرة إذن هل هذا يعني أن المملكة المغربية لم تتخذ ما يجب اتخاذه من قرارات لمحاولة منع أي تدفق للمهاجرين أولا رسالتنا كانت واضحة لإسبانيا وهي أن إسبانيا عندما يتعلق الأمر بقضايا الإرهاب والهجرة السرية والمخدرات وغيرها نجد إسبانيا صديقة إسبانيا تمد يدها إسبانيا تعليمنا الشراكة الاستراتيجية إسبانيا متعاونة عندما يتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية لبلادنا نجد إسبانيا أخرى نجدها تتخذ مواقف بسبب من ضغط جهات داخل إسبانيا معادية لبلدنا هذه الجهات التي لا تتردد ونرىها اليوم تعبر في الإعلام لإسبانيا عن مواقف عدائية ضد بلادنا محكومة بخطابات اليمين المتطرف ومحكومة بأسر حسابات تاريخية قديمة ضدا على مبادئ حصل الجوار ومبادئ الشراكة قلت أنا أوان إنها ازدواجية المواقف نريد إسبانيا أن تكون منسجمة في مواقفها إزاء بلدنا لا نريد إسبانيتين إسبانيا صديقة في قضايا الهجرة وغيرها وإسبانيا تنحاز وتتبنى مواقف الحياد السلبي اليوم هناك مغرب جديد المغرب أعلنها بوندو مدة مصطفى الخلفي المغرب جديد ولكن هناك مكون اسمه المكون الأوروبي إذا ما حاول المغرب أن يدخل في خلاف مع إسبانيا ويدخل في خلاف مع ألمانيا مع أنه شريك استراتيجي لأوروبا هذا يزعج دبلوماسية المغربية أم هذا يعزز دبلوماسية المغربية؟ أولا دبلوماسية المغربية ليست هذه أول مرة تتبنى مواقف حازمة وصارمة عندما يتعل الأمر بقضية الصحراء المغربية تأخذناها ضد السويد في 2015 والحمد لله تم الأخذ بعين الاعتبار مواقفنا وافتجاه هولندا وافتجاه فرنسا واليوم افتجاه ألمانيا لأنه لا تنازل ولا مساومة ولا تفريط اليوم رسالتنا واضحة المغرب لا يمكن أن يكون ضركيا في قضية الهجرة تبنى بشكل شجاع سياسة إنسانية منذ أزيد من سبع سنوات في 2013 والمغرب أصبح بلد استقبال وليس فقط بلد عبور وتوجهنا على مستوى القارة الإفريقية بطرح مشروع مبادرة قادة جلالة الملك من أجل معاملة إنسانية اليوم إسبانيا إذا تناقض كيف تستقبل شخص مجرم حرب بدواعي تحت دواعي إنسانية وترفض استقبال آخرين تحت دواعي إنسانية لا يمكن تجلع تحقق الإنسان لو كنت أنت أو أنا إسبانيا على سبيل المثال وتتابع الأحصائيات تدفق المهاجرين عام 2016 على إسبانيا كان بنسبة أقل من أربعة في المئة الآن يفوق أربعين في المئة مع أن البوابة المغربية تقريبا هي البوابة الأكبر الآن باتجاه أوروبا مقرنة بما كانت عليه ليبيا وتونس وتركيا أيضا تعرف سيدي من المتسبب في المشكلة كيف يمكن أن نعالج قضايا الهجرة نعالجها عبر آلية حوار عبر إطار مؤسساتي إسبانيا عندما أقدمت على صدافة مجرم حرب النتيجة أنها عطلت هذه الآلية السؤال الذي ينبغي أن يطرح من قبل الاتحاد الأوروبي هو إلى إسبانيا أن تتحمل المسؤولية عن تعطيلها لآليات التعاون كيف نريد من المغرب أن يتنازل في قضية كبرى هل تريد إسبانيا أن تجعل من تورابها منصة لحرب على بلدنا؟ هل تريد إسبانيا أن نعاملها بالمثل؟ عندما حصلت قضية انفصال كتالونيا المغرب كان سباقا إلى تعبير عن موقف رافض ضد محاولة انفصال كتالونيا وكنا قبل الاتحاد الأوروبي في التعبير عن هذا الموقف اليوم نطلب إسبانيا أن تعمل نفس الشيء التعاون هذا خيار بلدنا سياسة إنسانية في قضايا الهجرة خيار لبلدنا لكن أن تقدم إسبانيا على اعتماد سياسات تنحاز إلى الأطروحة الانفصالية تتبنى حياد سيلبي عبرت عن مواقف للأسف الشديد غير مفهومة اليوم نقول لها أولا هناك قواعد صداقة المغرب متشبت بها ثانيا عليك أن تحافظ على هذه القواعد بتصحيح الموقف الذي اتخذته للأسف الشديد قاموا بإخفاء صدافة هذا الشخص الانفصالي 21 أبريل تقريبا بعد يومين ثلاث يام اكتشف الخبر 22 أبريل أي منذ حوالي شهر قدمت الجمعية الصحراوية لدفاع عن حقوق الإنسان برئاسة سير مضان مسعود بقدمت طلب حتى يقوم القضاء بواجبه اليوم الذي حصل ماذا؟ أن القضاء رفض أن يقوم بالإجراءات الاحترازية حتى يمنع من الصفر رفض ماذا يعني ذلك؟ يعني أن إسبانيا تقول لا تنتظروا أن نتعامل معه مثل ما تعاملنا مع بينوشي لا تنتظروا أن نتعامل معه مثل ما تعاملنا مع إبراهيم غالي في 2013 لماذا في 2013؟ تم إصدار قرار واضطر إلى الفرار إلى بلد آخر اليوم نقول لهم بوضوح العلاقات الدولية تبنى على الندية العلاقات الدولية تبنى على الاحترام المتبادل العلاقات الدولية تبنى على عدم التواطئ وعدم الابتزاز وعدم فرض الأمر الواقع الذي شهدناه اليوم فرض لأمر الواقع على بلدنا أننا ينبغي أن نتجاهل ونتغاضى على استضافة الشخص الأزمة الحقيقية هي استضافته وليس قضايا فرعية نتجت عن تعطيل إسبانيا لآليات الحوار هذا هو المشكل وهذا الذي ينبغي أن تبادر إسبانيا إلى حله اليوم الحمد لله هناك أصوات داخل إسبانيا عبرت بوضوح على أن الحكومة عليها أن تعلن الأسباب الحقيقية التي أدت ينبغي أن نعرف أن وزارة الداخل الإسبانيا كانت ضد قرار للصدافة وكانت واعية في إسبانيا نقول لإسبانيا أن الوقت ليس في صالحك يمكنك دب الآن مرة شهر كافي لاتخاذ القرارات تريدون مننا أن نتراجع هذا مغرب جديد نعم سيد مصطفى الخلفي من المغرب شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر